الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يختم لكم الشهر برضوان منه ومغفرة لذنوبكم وأن يجعل هذا الشهر شاهدا لكم لا عليكم كما نسأله جل وعلا أن يصلح ذراريكم وأن يجعلهم هداتا مهتدين وبعد نواصل ما ابتدأنا به من قراءة كتاب الوضوء من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى رزقكم الله فيه فهما وعلما الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على إشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن يحيى المازلي أن رجلا قال لعبد الله بن زيد رضي الله عنه أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضى فقال عبد الله بن زيد النعم فدعى بتوري مما فتوضى له مضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأفرغ على يديه من التوري من صفر فغسل مرتين ثم مضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات في كفة واحدة ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثة ثم أدخل يده فغسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده فأخذ بها ماء ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ مرتين مرتين تقدم معنا ما يتعلق بالاستجمار وجوازه بالأحجار وامتناع النبي صلى الله عليه وسلم من الاستجمار بالعظام والروث ويلحق بها كل ما كان طعاما أو محترما فإنه لا يجوز الاستجمار به وهذا الحديث الذي رواه المؤلف من حديث عبد الله بن زيد لما سأله يحيى المازني أتستطيع أي هل عندك قدرة لأن تعلمني تعليما عمليا فتريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فقال عبد الله بن زيد نعم أستطيع أن أريك كيف توضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فدعا بتور مما والتور إن حديدي غالبا يصنع من النحاس فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فيه محاكات من يقتدى به من أجل أن يكون ذلك سببا من أسباب العمل بالسنة قال فأفرغ على يديه من التور أي صب ماء قليلا على يديه وفي رواية فأكفأ على يديه من التور وكان التور من صفر أي من نحاس فغسل مرتين يعني غسل يديه مرتين في رواية ثلاثة ثم مضمض واستنشق واستنثر فالمضمضة إدارة الماء في الفم والاستنشاق سحب الماء في الأنفي والاستنثار إخراجه قال ثلاث غرفات من كفة واحدة أي أنه أخذها بكف واحد ففعل ذلك ثلاث مرات قال ثم أدخل يده يعني في الإناء فغسل وجهه ثلاثا ثلاث مرات ثم أدخل يده يعني في الإناء فغسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين والمرفق هو العظم النات الذي يكون بين الساعد والعضد ثم أدخل يده يعني في الإناء فأخذ بهما ماء ثم مسح رأسه بيديه فابتدأ بهما من مقدم الرأس قال فأقبل بهما أي أنه بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب في المسح إلى قفاه ومؤخرة الرأس ثم أدبر وكان ذلك مرة واحدة ثم ردها إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه إلى الكعبين والكعب هو العظم البارز الذي يكون بين القدم والساق وفي الرجل وفي كل رجل كعبان ثم قال عبد الله بن زيد هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم تمضمض مرتين مرتين ففي هذا جواز التنويع بين عدد الغسلات في غسل أعضاء الوضوء فإنه في بعضها غسلها ثلاثة وفي بعضها غسلها ثنتين وفي الحديث أن غسل الأعضاء في الوضوء مرتين مرتين جائز وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث أيضا التعليم بواسطة التطبيق العملي وفي الحديث من الفوائد سؤال المتعلم للمعلم عما يرغب منه أن يدلي به إليه من العلم وفي الحديث جواز الوضوء من التور والإناء الذي يكون من النحاس وفي هذا الحديث محاكات أفعال النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يقتدى بها وفي هذا الحديث جواز جعل الماء في ناء فيتوضأ منه سواء كان مخذبا أو قدحا أو حجارة أو خشبا فإنها تقاس على النحاس وفي الحديث استحباب المضمضة والاستنشاق أو مشروعية المضمضة والاستنشاق ثلاث مرات المستحب أن يكون من كف واحدة كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء وفي الحديث إدخال اليدين في الإناء بعد غسلهما قبل الوضوء وفي الحديث مشروعية المضمضة والاستنشاق والاستنثار ولكن هذا الحديث لا يدل على الوجوب وإنما يدل على المشروعية لأنه فعل ولم يأمر به والوجوب مأخوذ من أدلة أخرى وفي الحديث مشروعية غسل اليدين وظاهره أن الغسل في اليدين يبتد من أطراف الأصابع ويستمر إلى المرفقين وقد استدل الجمهور بهذا الحديث على عدم مشروعية الزيادة في الوضوء بحيث يغسل جزءا من العضد وقد أثر عن أبي هريرة أنه كان يقول بغسل أعضاء من البدن زائد عن محل الفرض وأخذ بقوله فقهاء الشافعية والصواب مذهب الجمهور بأنه لا يزاد عن مقدار المشروع إلا بدليل وفي هذا الحديث استحباب أخذ ماء جديد لمسح الرأسي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل قد قال طائفة بأنه يستحب أن يأخذ ماء جديد عند مسح أذنيه غير ماء الرأس واعتمد في ذلك على رواية لا تصح ومن ثم فالصواب أنه لا يقال باستحباب ذلك وفي الحديث أن المشروع في مسح الرأس تعميمه قد قال بوجوبه مالك وأحمد وفي الحديث أن الواجب مسحة واحدة للرأس تعم جميع أجزاء الرأس وأن المستحب أن يبتدأ بمقدم رأس حتى يصل إلى قفاه ثم يعود مرة أخرى وفي الحديث مشروعية غسل الرجل إلى الكعبين في الوضوء وظاهره أنه هنا غسلهما مرتين مرتين الحديث دليل على أن غسل القدمين يبلغ به الكعبين بحيث يدخل الكعبان في الغسل خلافا لبعض أهل الفرق نعم حسن الله إليكم قال عن حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو جالس على المقاعد دعا بإناء فيه وضوء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار غسل يده اليمن إلى المرفق ثلاثا ثم غسل يده اليسر إلى المرفق ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين غسل رجله اليمن ثلاثا ثم اليسر ثلاثا ثم قال ألو أحدثكم حديثا لو لآية ما حدثتكمه رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فأحسن الوضوء نحو وضوء هذا وهو في هذا المجلس ثم قال من توضأ فأحسن الوضوء نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه قال وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تغتروا قوله عن حمران وهو من موالي عثمان بن عفار رضي الله عنه أنه رأى عثمان وهو جالس على المقاعد هو مكان بأطراف المدينة دعا أي طلب ممن معه أن يحذر إناء فيه وضوء والوضوء بفتح الواو الماء الذي يتوضأ به كأنه أحذر فأفرغ على كفيه أي غسل كفيه بماء صبه من ذلك الإناء قبل أن يدخل يديه في الإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما ثم وهذا الغسل قبل الوضوء ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر فيه استحباب هذه الأفعال مشروعيتها وقد قال أحمد بوجوبها وخالفه جماهير أهل العلم ومن شأ خلاف الفقهة في هذه المسألة هل داخل الفم من ظاهر البدن أو من باطنه والصواب أنه من ظاهره ولذا لو وضع الصائم طعاما في فمه لم يؤثر هذا على صومه قال ثم غسل وجهه ثلاثة وغسل يديه إلى المرفقين ثلاث مرات غسل والوجه هو ما تحصل به المواجهة ما تحصل به المواجهة وهو من أطراف الرأس حتى يشمل اللحية وما استرسل منها قال وغسل يديه إلى المرفقين ثلاث مرات ظاهره أنه غسل أيضا كفيه قال غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثة ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثة فيه دليل على أن غسلات اليد تكون متوالية قبل أن يغسل يده الأخرى وفي هذا الحديث مشروعية مسح الرأس ومشروعية غسل الرجلين فإن الواجب في الرجلين الغسل ولا يكفي فيهما المسح إلا أن يكون قد أدخل رجليه في خفين وظاهر الحديث أنه يبتدي بغسل رجله اليمنى ثم يفعل ذلك مع اليسرى ثم قال عثمان رضي الله عنه ألا أحدثكم حديثا لو لا آية ما حدثتكموه يعني أنه خشي من كتم العلم وما رتب على ذلك فقال عثمان رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضى فأحسن الوضوء نحو وضوء هذا فبين لهم أنه قد أسبغ قال وهو في هذا المجلس ثم قال من توضأ فأحسن الوضوء نحو وضوء يعني مثل وضوء هذا ثم صلى ركعتين أي سنة الوضوء لا يحدث فيهما نفسه بشيء أي لا ترد إليه الهموم ولا الوساوس قال غفر له ما تقدم من ذنبه أي يتجاوز الله تعالى عنه ما كان بينه وبين ما مضى من الأفعال الخيرة قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغتروا أي لا يكن من شأنكم أن يجعلكم انتسابكم للنبي صلى الله عليه وسلم لكونكم أتباعه أو قرابته أو من ذريته فإن مثل هذا لا يغني من الله شيئا بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلني الله وإياكم من الهدات المهتدين كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة ونردهم إلى دينه ردا حميدا وأن يغفر للجميع ذنوبهم كما نسأله جل وعلا أن يسبغ علينا الخيرات والنعم وأن يدفع عنا الشرور والنقم هذا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر